المشكلة هو هذا اللي قلت في الحقيقة الانطلاق من هذه البداية التيار الصدري يدعي بإلى أنه أعطى كل شيء للمالكي ولكن المالكي غدر فيها بسيد مقتدر الصدري هذا كلامهم طبعا يعني أنهم مثلا أنهم هم الذين يعني رغم هذا الساهم للتاريخ يعني أنه السيد المالكي تعرف انشق على التحارف الشيعي في الدورة الثانية وهذا الانشقاق يسجل عليه ولا تزال تبعاته موجودة إلى الآن وعندما شق وتقدم عليه سيد اياد علاوي ست نقاط وكان حق رئاسة وزراء من حق دكتور اياد علاوي وفق منطوق الأغلبية الانتخابية استحدثت منطوق الأغلبية النيابية من أجل معالجة هذا الشرخ هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية كيف تتأسس هذه الكتلة النيابية دخل التيار الصدري إلى دولة القانون وأنقذ المالكي من هذه القضية أو من هذه الورطة كذلك يذهب كثير منهم إلى أنهم دعموا المالكي في مواجهة قوى سنية متعنتة وكانت تريد إقصاء وكانت كلا فهم يقولون إلى أنه السيد المالكي غير مأمول جانب يعني حتى إذا جئنا الآن معه وقبلناه وقدمناه ودعمناه لرئاسة الوزراء فهم لا يطمئنون إلى نتائج هذا الدعم ولا يطمئنون إلى نتائج هذا الموقف الإيجابي فهم كأسبح بالثأر إذا صح التعبير ولكن الثأر إيجابي يعني أنا شوية بعيد عن هذه اللغة الغثارية ثأر سياسي يعني هو في الحقيقة فهم يشككون بأن المالكي يمكن أن وكذلك يتذكرون قضية جولة جولة الفرسان ويقال 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 إلى أنه التار الصدري أو الصدريين أو هما وصلوا تقريبا وحاطوا في القصر الذي كان به السيد المالكي ولكن إلى أن هناك ضغط من إيران وطلب من إيران وتدخل إيران ضغطت على السيد مقتدر الصدر أن يؤخر هذا الزحف أو أن يقوم بعملية كسر لهذا خيب في حين صولة الفرسان ورهم أنه هناك أيضا واقع حالي يعني كسر